موسيقى إذا نزل البلاء نقول إنا إلى رب البري يتراجعونا نقول ستنجل الأوجاع عنا ويشرق ضرب من يتبصرونا مع اسم الله ليس يضر شيء وبسم الله تكشف يا كورونا سترحل أيها الفيروس حتما ويأمن من أذاك الخائفون ومهما اشتد منك الخوف إنا على رب العلاء متوكلون فذكر الله رب العرش حصن تحصن في حماه الذاكرون الحمد لله القديم الأول الأزلي الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعصار ولا يفنيه حدثان الليل والنهار هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للأمم أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد وهذه الحلقة من برنامج هذا ديننا أما وقد لاحت بشائر شهر رمضان فكان لزاما علينا أن نستعد لاستقبال هذا الضيف الكريم الذي سيأتي ثم يرحل شاهدا لنا أو علينا وقد جاء شهر رمضان في هذا العام في ظروف تمر بها البلاد أثناء الجائحة الحالية تتفطر القلوب ألما من غياب أصوات المساجد ومن غياب العمرة يوم شابه ذلك ومنذ فترة والبلاد تمر بأحوال مضطربة بعدما سمعنا عن حرائق استراليا التي أهلكت نحو نصف مليار كائن حي وبعدما سمعنا عن جيوش الجراد التي قيل إنها قد سلكت طريقها إلى بلادنا أو غير بلادنا وبعدما رأينا إعصار التنين الذي جعل السيارات تسبح على الطرق السريعة في الماء كلعب الأطفال وبعدما شاهدنا الكعبة وهي خاوية في مشهد يدمي القلوب ويبكي العيون ويفزع النفوس وبعدما رأينا مشهد إغلاق المسجد النبوي الذي تحن إليه القلوب حنينا واشتياقا إلى الحبيب وبعدما عانينا من إغلاق المساجد وسمعنا صوت المؤذن يبكي في مسجد خلى من العمار وهو يرفع الأذان ويقول ألا صلوا في رحالكم وبعدما أغلقت كثير من المؤسسات والمصالح وأغلقت كثير من المطاعم والمتاجر وبعدما منعنا أولادنا من الخروج إلى دور العلم والمدارس والجامعات وبعدما أصبحنا نتحرج من السفر والتحرك رغم رحابة الأرض فهو الشعور المؤلم بأننا ضاقت علينا الأرض بما رحبت يقول الحق سبحانه في محكم آياته حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إذن فالطريق الأمثل للخروج من تلك الأزمة الراهنة ومن هذا الضيق هو التوبة الصادقة إلى الله أما وقد ابتلي أهل الأرض بهذا الفيروس الكفتاك الذي وقفت أمامه المنظمات والحكومات والدول المتقدمة عاجزة حاسرة فقد صار لزاما علينا أن نعود إلى الله عز وجل حتى يكشف عنا ما جنته أيدينا فهو القائل في محكم آياته ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا أصبح الكبير والصغير يتحدث عن خطورة فيروس كورونا المستجد ولكننا ينبغي أن نعلم تمام العلم أن هذا الفيروس ما هو إلا آية من آيات الله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فهذه آية من السماء مرسلة إلى العقلاء مفادها أن لنا الفناء ولله البقاء رسالة إلى الذين كانوا يخالفون تعاليم الدين النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ذات يوم وقال له يا رسول الله إن الرجل منا ليلقى أخاه أو صديقة أفينحني له؟ قال لا قال أفيلتزمه ويقبله؟ يعني يعانقه ويقبله؟ قال لا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خلق أو عن خصلة أو عن صفة معينة فلا بد أن النهي جاء في مصاره الصحيح رسالة إلى الذين نهاهم الدين عن شدة المخالطة وكانوا لا يتقابلون إلا بالعناق والتقبيل وهم الآن يتبادلون التحية من على بعد أمطار حرصا على السلامة رسالة إلى التي أمرها الدين بالحجاب فاستهزأت به ونعتته بالجهل والتخلف وهي الآن ترتجف كالبطريق فلا تخرج إلى الشارع إلا بقفازين وكمامة رسالة إلى الذي سخر من صلاطنا ووضوئنا وطهارتنا وقال إنه نظيف لا يحتاج إلى وضوء وهو الآن يكرر غسل يديه بقوة حتى يوشك أن يكسر عظامه رسالة إلى المرحد الذي أبى أن يؤمن بربه حتى يلمسه أو يراه وهو الآن في حجر صحي يرتعد من فيروس متناهن في الصغر لا يراه بالعين المجردة علموا أولادكم أيها السادة المشاهدون أن هذا الفيروس الذي أقعدهم من المدارس والجامعات لم يقعدهم في البيوت من أجل إحداث الملل أو السأم أو من أجل اللهو أو اللعب وإنما أقعدهم لإقامة صلاة مفروضة أو لرفع نافلة منسية أو لقراءة مصحف بات مهجورا على الرف علموا أن الكورون خلق من خلق الله يسبح بحمده ولكننا لا نفقه تسبيحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده هذا الفيروس لم يأتي ليبعدنا عن الطريق الصحيح وإنما جاء ليصحح لنا الطريق علموا أن هذا الفيروس لم يأتي ومعه الموت وإنما جاء ليطرق على قلوب ميتة ليذكرها بأوان العودة إلى الله والصحوة قبل الموت ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله علموا أن هذا الفيروس جاء على عجل وانتشر على عجل وبلا سابقة إنذار ليخبرنا ويذكرنا بأن الموت يأتي بلا سابقة إنذار وأن باب التوبة قد يغلق بلا إنذار عند الغرغرة أو عند طلوع الشمس من مغربها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ويقول صلوات الله وسلامه عليه لن تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها يعني من على الأرض فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا علموا أن هذا الفيروس لم يأتي ليعلمنا فقط أن نرتدي الكمامة ونطهر الأيدي وإنما جاء ليعلمنا كيف نرتدي لباس التقوى وكيف نطهر القلوب من أدران الذنوب والمعاصي ويكفيه أنه قد منع كثيرا من المحرمات وقد أغلق البارات والملاهية الليلية وحانات الخمر وموائد الميسر ودور الضعارة والبغاء وكان سببا في تحريم وتجريم الشيشة والنرجيلة وإغلاق المقاهي التي تعمل على تنشيطها وكذلك دفع الناس إلى إقامة الأفراح والزيجات بلا قاعات أو رقص أو خلاعة أو إهضار للأموال الكثيرة في ساعات قليلة ودفع منظمات الصحة إلى الإقرار بخطورة تناول الخمر وبخطورة تناول الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ذيناب من السباع أو مخلب من الطير كذلك دفع المؤسسات الصحية إلى الاهتمام بجانب النظافة والتوعية ومنها غسل الأيد والاستنشاق والاستنثار مرات دورية على مدار اليوم وهذا ما أوصانا به ديننا الحنيف من قبل تعليمات منظمات الصحة اعلموا أن هذا الفيروس قد نبه الناس إلى مكانة من يستحقون المكانة فنبه الناس إلى مكانة العلماء والأطباء وضباط الشرطة ورجال القوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم فداء من أجل الحفاظ على الشعب وعلى الوطن اعلموا أنه أعاد للأسرة كيانها في وقت كان التفكك والانهيار الأسري قد غزى كثيرا من بيوت المسلمين حينما نقول دب الخوف والفزع في قلوب كثير من الناس وضاع الأمن والأمان فإن الطريقة إلى عودة الأمن والأمان والراحة والطمأنينة والسكينة إنما يكون بالإيمان الخالص من الظلم ردوا المظالم إلى أهلها صالحوا خصومكم صلوا أرحامكم ارحموا ضعيفكم أطعموا فقيركم اتقوا ربكم إلزموا بيوتكم أقيموا صلاتكم أخرجوا زكاتكم سددوا ديونكم أدوا أماناتكم تصدقوا من أموالكم لا تلبسوا إيمانكم بظلم فهذا هو طريق النجاة والأمن كما قال الحق سبحانه في القرآن المجيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قد يقول قائل لقد أغلقت كثير من أبواب الخير كنا نستطيع أن نعتمر في شهر رمضان كنا نستطيع أن نصلي صلاة القيام في المسجد أو نعتكف أو نقيم الإفطار الجماعي أو موائد الرحمن أو ما شابه ذلك أقول إن أبواب الخير لا زالت مفتوحة أمام من يريد أن يفعل الخير بل إنها زادت فالحق تبارك وتعالى ليس من صفاته أن يطرد عباده من رحمته ولكن إذا كنا قد حرمنا من صلاة الجماعة في المسجد فلا زال من أجل الأعمال وأفضل الأعمال عند الله الصلاة على وقتها حافظ على الصلاة في وقتها في بيتك واعلم أنك تأخذ نفس أجر الجماعة لأن من كان مواظبا على عمل ومنع منه دون إرادته كان له نفس الأجر والثواب بأمر الله عز وجل واعلم أنك إذا كنت حرمت من أجر العمر فهناك ثواب بديل للعمر أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صلى الفجر في جماعة صلي جماعة في بيتك مع أهل بيتك ثم قعد في مصلى في المكان الذي صلى فيه حتى لو في بيته يذكر الله حتى تطلع الشمس فقام فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة 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 تستطيع في هذا الزمان وفي هذا الوقت وأثناء تلك الأزمة أن تصل إلى أجر الشهيد والمجاهد في سبيل الله إذا التزمت بالتعليمات ومكست في بيتك ولم تستخف بالأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ما من رجل وفي رواية ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا وكان له مثل أجر شهيد يصل إلى منزلة الشهداء سواء مات أو لم يمت فهذا فضل من الله عز وجل عندما نزل الطاعون في عهد عمر بن العاص قال المسلمين أيها الناس إن هذا الوباء إذا وقع انتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم فالأوبئة نار وأنتم وقودها فتفرقوا حتى تنطفئ النار ولذلك تفرقوا في الجبال ونحن الآن نستمع التعليمات ونستخف بها لم نتفرق في الجبال بفضل الله ولم نحجب في شعب كالذي حوصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل من الزاد والماء والطعام لفترة طويلة من الزمن ولكننا نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه علاج للفتن أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أمسك عليك لسانك فإياك وأن تطلق الشائعات لأن كثيرا من الناس يوظف من نفسه وكالة للأنباء فينقل أخبارا قد تكون كاذبة والعياذ بالله فيقع في دائرة الخراصين والحق سبحانه يقول قتل الخراصون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع لا تنقل الأخبار الزائفة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أربعة أصناف من الناس يرتكبون آفات اللسان وهم المتفيهقون والمتنطعون والخراصون والسقارون أولهم المتفيهقون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الصرصارون والمتشدقون والمتفيهقون الذين يكثرون من الكلام ويدعون العلم ويتفلسفون ويفتون الناس بغير علم ومن أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار هؤلاء هم المتفيهقون وأما المتنطعون فهم المتشددون المعسرون الذين يشددون على خلق الله ويعسرون عليهم الأمور وينفرونهم من الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه الذين كانوا يطيلون في الصلاة بعض الشيء إن منكم لمنفرين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه وقال صلى الله عليه وسلم ينبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر حينما اشتد الخلاف والجدال بين رجل وامرأته في سوق من الأسواق في عهد الإمام الشافعي كان الرجل ممسكاً بطمرة فقال لزوجته أنت طالق إن أكلت الطمرة أو تركتها وبعد قليل ندم الرجل وراجع نفسه وأراد أن يراجع زوجته فقال له المتنطعون لا مفر من الطلاق والانفصال إنك إن أكلت الطمرة فقد طلقت زوجتك وإن طرحت الطمرة فقد طلقت زوجتك فجاء الإمام الشافعي عليه سحائب الرحمة قال يا هؤلاء يسروا ولا تعسروا وقال للرجل يا هذا كل نصف الطمرة واطرح نصفها وأمسك عليك زوجك واتق الله ولما قال رجل لزوجته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت طالق حتى حين وأراد أن يراجعها ولم يعرف معنى كلمة حين فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الفترة الزمنية التي ينتظرها حتى يرد زوجته فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسأله عن الفترة التي تعنيها كلمة حين فقال إن كلمة حين تعني حتى الموت فمتعناهم حتى حين يعني حتى جاءهم الموت فانطلق الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله عن معنى كلمة حين والفترة التي ينتظرها حتى يراجع زوجته فقال له عمر رضي الله عنه انتظر أربعين سنة ثم رد زوجتك وأتى بهذا المعنى من قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا استثقالها الرجل وذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وسأله عن الحين فقال انتظر سنة واحدة وعاود زوجتك معنا اتصال من الأخ يوسف وبعدين نكمل إن شاء الله فضل يا أستاذ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الوقت حدثك أنا لابصوم شفة مضان عشان أنا عند السكر يعني كده شفاك الله وعفاك نسأل الله العظيم ورحمة العظيم أشفيك وعفيك إن شاء الله ببا تمام فكنت عايزة تسألين أنت هعمل إيه يعني كده عشان يعني دوره لحزبة حاضر حاضر يا أستاذ يوسف تفضل سأل الرجل عثمان بن عفان عن كلمة حين فقال له الحين يعني سنة انتظر سنة واحدة لأن الحق سبحانه يقول عن النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وهي تؤتي أكلها كل حين يعني كل عام فذهب إلى علي بن أبي طالب وسأله عن كلمة حين فقال يوم أو ليلة لقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما كان من أقوال أصحابه الأربعة فاختار قول الإمام عليه وقال له خذ برأي عليه لأنه أيصر الآراء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتخير الرأي الأيصر فلا تكن من المتنطعين تحدثنا عن المتفيهقين والمتنطعين أما بالنسبة للخراصين فهم الذين يتنبؤون بالأخبار الباطلة قال تعالى قتل الخراصون يخمنون أو يتنبؤون أو ينقلون أخبارا قد تكون زائفة وأما السقارون فهم الذين يشتمون ويلعنون قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على شريعة صحيحة ما لم يظهر فيهم السقارون قالوا وما السقارون يا رسول الله قال قوم تحيتهم التلاعن حتى لو على سبيل المزاح قد يقول أحد لصاحبه يلعن الله أباك أو أمك أو ما شابه ذلك وهذا جرم كبير ليس المسلم بشتام ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء أم صارت تصال من أم صارت فضاليا فاندي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضاليا سمعين أي شهر أنا متجاوز أبقى لي سبع سنين فضاليا وتعبت جالي تعب يعني في رجل اليمين وده فترة ظليني مش هافحها شفاك الله وعفاك نسى الله العظيم أن يعفيك بإذن الله وأنا بالوقت عندي تلت عندي تلت بنات وجوزي ما بيتجيش الله فيها خلص وبيجتمني وبيهني أنا جمد نسى الله أن يهديه وأن يبارج في بناتك إن شاء الله تفضلي نستحمل أهان تلية دية خالص يعني تمام وعايزة أن أتطلق هو ده في أعزتك بالطلاق يعني حنرد عليك إن شاء الله حاضر تفضلي تفضلي يا مصر طيب نرجع لسؤال الأخ يوسف الأول هو يعاني من مرض يعني هذا المرض قد يضر معه الصيام الحق سبحانه يقول في القرآن العظيم في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إذن فالعلماء قسموا المرض إلى نوعين مرض يرجى برؤه يعني ينتظر الشفاء منه ومرض لا يرجى برؤه يعني يتعذر الشفاء منه كالأمراض المزمنة التي تستمر مع الإنسان حتى نهاية حياته إذا كان الإنسان مريضا بمرض يرجى برؤه وينتظر شفاءه فله الحق أن يفطر في شهر رمضان ما دام الأطباء قد أقروا بأن الصيام قد يضره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن أن تضر نفسك أو تضر غيرك فقال لا ضرر ولا ضرار يعني لا يجوز لك أن تضر بنفسك وما دام تعلمت أن الصيام قد يشكل خطورة عليك فقد أعطاك الله الرخصة في الفطر إن كان المرض يرجى برؤه فعليك أن تنتظر حتى يتم الله شفاءك ثم تقضي الأيام التي أفطرتها عملا بقول الحق سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أما إن كنت مريضا بمرض لا يرجى برؤه ولا ينتظر شفاءه فعليك أن تفدي بإطعام مسكين فدية طعام مسكين عن كل يوم تطعم مسكين إطعام يوم كامل إن أطعمته في رمضان فلا عليك أن تعطيه الإفطار والصحور وإن أطعمته في غير رمضان فتعطيه الإفطار والغداء والعشاء من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني من طبيعة الطعام الذي تطعم به أهلك وهذا يختلف من فرد إلى فرد فهناك من يأكل في اليوم بعشرة جنيهات وهناك من يأكل بمئة جنيه في اليوم فيها تختلف من فرد لآخر حسب استطاعته وقد صدرت الفتوى في العام الماضي بأن الحد الأدنى للفدية عن كل يوم عشرة جنيهات على اعتبار أنها تقدر بثمن صاع من أغلب قوت البلدة وأعني بذلك أن هذا الحد الأدنى للذي لا يقدر ومن استطاع أن يزيد فهو خير لها مع أن اتصال آخر من الأستاذ علي تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا تفضل يا أستاذ علي سمعك يا أهلا وسهلا وتب كامل الصحة والعافية أنا معني السؤال على حاجة بستعين ربنا يجح الوامة ديك يحفلها ويصبحها آمين يا رب آمين يا رب نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يعافي بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين واعلم أن الدعاء ينبغي في هذا الوقت على كل أبناء الأمة لأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء ينزل القضاء ويصعد الدعاء فيلتقيان بين الأرض والسماء فيعتلجان إلى قيام الساعة شكرا أستاذ علي تفضل نعود لسؤال الأخت أم سارة هي متزوجة من سبع سنوات ولها من البنات ثلاثة وزوجها لا يتقل لها فيها على حد قولها أبشرك ببشرى أولا بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرأة صابرة فأي يوم امرأة صبرت على أزى زوجها بنى الله لها قصرا في الجنة الصبر من أجل الحفاظ على البنات ومن أجل الحفاظ على لم شمل الأسرة ومن أجل الدعاء لهذا الزوج فإن الله عز وجل يمكن أن يهديه في أي لحظة من اللحظات فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فعليك أن تصبري وتحتسبي وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته لأن نبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ويقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لذلك فليعلم كل أب أنه محاسب أمام الله على أهله الذين ولاهم الله ولاه الله أمرهم وأما بالنسبة للزوجة إصبري واحتسبي ولا تتسرعي في طلب الطلاق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة قد يكون هناك بأس ولكن الصبر له أجر رجاء أن يهدي الله هذا الزوج ويحفظ شمل هذه الأسرة لأن الإسلام يحافظ على الأسرة المسلمة كلابدات في بناء المجتمع ونسأل الله أن يوفق الجميع نعود إلى حديثنا عن كيفية استقبال شهر رمضان ونحن في هذه الظروف الراهنة من المعلوم أن هناك قاعدة توصي بالتخلية قبل التحلية يعني ستدخل على أيام فيها حلو الحياة فيها موسم للطاعات لأن الله عز وجل ميز شهر رمضان على غيره من بقية أشهر السنة بميزات عديدة في أول ليلة من لياليه نزلت صحف إبراهيم ولست منه نزلت طوراة موسى ولثلاث عشرة ليلة خلت منه نزل إنجيل عيسى ولثنت عشرة ليلة خلت منه نزل زبور داود وفي إحدى الليالي العشر الأخيرة من رمضان نزل القرآن الكريم جملة واحدة ليس إلى الأرض ولكن إلى السماء الدنيا حيث استقر في بيت العزة ثم كان ينزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع رمضان فيه فرض الصيام فيه سن القيام فيه فتحت مكة ودخل الناس أفواجا في دين الإسلام فيه انتصر المسلمون في غزوة بدر فيه ليلة خير من ألف شهر فيه زكاة هي للنفس نقاء وتخر فيه اعتكاف ومراجعة للنفس في كل أمر حتى لو كان اعتكافك في مصلاك في بيتك اعتزل الخطأ واعتزل مخالفة التعليمات فيه ختام بيوم من أغر وهو يوم عيد الفطرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك لسانك احفظ لسانك من إطلاق الشائعات وليسعك بيتك حينما يكون هناك فتن يكون هناك نوع من القلق والاضطراب يكون هناك وباء منتشر متفشي فلا بد من التزام البيت وليسعك بيتك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض وسمعتم به فلا تنزلوها وإذا نزل بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها ولا يورد المصح الممرض على المصح معنا اتصال من الأخت أم جنات تفضلي أهلا وسهلا عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا تفضلي يا حضرتك فضلك الشيخ يا أهلا بيك وأنتم جميعا والأمة الإسلامية جميعا بالصحة والعافية والخير واليمن والبركات إن شاء الله يا رب ربنا يبلغنا رمضان جميعا إن شاء الله اللهم أمين يا رب بص حضرتك أنا عندي سؤال ليك أنا بصنا كان عندنا دارة تحفيز القرآن في البلد وكده فأنا كانت ظروفي يعني مش كويس أنا متزوجة وكل حاجة بس الظروفي ما كانتش سامحاني وزوجي يعني مش بيشتغل قد كده وكلام من ده فأنا عارفة في القرآن وحفظة كتير من القرآن وحفظة حوالي نص القرآن تقريبا بس كنت اه يعني انقطعت ما كنتش براجع وكلام من ده فالمهم أنا جاي شغل في دارة تحفيز القرآن بس أنا عارفة في التجويد وعارفة الأحكام وعارفة ده كله لأني كنت واخدها قبل كده فأنا جاي شغل في تحفيز القرآن يعني بس أطفال مش ناس كبيرة يعني أطفال فأنا عشان خطر الظروف وكلام من ده فأنا قلتها اشتغل فأنات كتير قاسي إن هو يعني ما ينفحش وكلام من ده وإنتي مش حفظة القرآن وما ينفحش والراجل ساحب القرآن ساحب در التحفيز ده حرام عليه ومش عارفة وكلام من ده فأنا بقى مش عارفة عاملية أنا فعلا اشتغلت يعني أنا اشتغلت فترة من الزمن يعني فلما حصل اللي حصل ده فانقطعنا يعني عن در التحفيز فأنا بس أل حضرتك يعني يعني هو فعلا حرام إن أنا بحفظ درستها بحفظهم بالتجويد وعارفة كتير فالقرآن بس أحفظ القرآن عشان قدر أحفظ الأولاد أشكر طبعا بالنسبة لسؤال الأخت أم جنات هي تقول إنها تعمل في دار تحفيز القرآن ولكنها لا تحفظ القرآن كاملا العمل اللي انت بتقديه إذا كنتي حتتقنيه وتعلم الأولاد القرآن صح فده عمل مباح وعمل مأجورة عليه من الله قبل أن تأخذي أجر من أهل الدنيا الأمر الآخر إن ده حيكون حافظ لك على أن أنت ترجع القرآن وتحفظيه مرة تانية لأن اللي بيكون حافظ القرآن وبينساه زي اللي بيكون معاه جوهرة سمينة وبيضيعها منه أو بيكون معاه مجموعة من الجواهر والدرر السمينة وبيفقدها فلابد أن أنت تحاولي تسترجعيها فاجعلي هذا العمل خالصا لوجه الله واجعليه حافظ لك على أن أنت ترجعي لحفظ القرآن كامل مرة أخرى وكل المطلوب منك أن أنت تكون حريصة قدر الإمكان على قواعد التجويد والنطق الصحيح وعدم اللحنة في آيات القرآن حتى يصل القرآن سليما صحيحا على أكمل وجه لهؤلاء النشأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذه رسالة إلى كل إنسان وإلى كل ولي أمش ينبغي أن يحرص على تعليم أولاده القرآن أقول لكل أب إنك مهما علمت ولدك حتى لو حصل على الماجستير والدكتوراه وكثيرا من الأبحاث وكثيرا من الدراسات وحصل على دراسات في الحاسوب وفي اللغات الأجنبية فسوف يفر منك في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ولكنك إذا علمته القرآن فسوف يبحث عنك في الآخرة ليلبسك تاج الوقار في الجنة وتاج الوقار هي حلية الإيمان في الجنة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا والياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها وما من رجل يعلم ولده القرآن إلا وألبس تاج الوقار في الجنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في المقابر مع أصحابه ذات يوم فمر على قبر فأشار إليه وقال إن صاحب هذا القبر في عذاب ثم مضى مع أصحابه وبعد فترة وجيزة وهو عائد من نفس المكان أشار إلى نفس القبر وقال إن صاحب هذا القبر في نعيم تعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله كيف كان صاحب هذا القبر في عذاب منذ فترة وجيزة ثم أصبح في نعيم بهذه السرعة قال لهم الحبيب لا أدري ولكن سأسأل لكم جبريل إذا جاءني بالوحي وجاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن ذلك الرجل الذي كان يعذب في قبره ثم أصبح ينعم قال جبريل لا أدري ولكن سأسأل لك الله وصعد جبريل إلى رب العزة ثم نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إن ذاك العبد كان مذنبا عاصيا مات وترك زوجته حبلا فكان يعذب بذنوبه في قبره عندما ولدت زوجته أنجبت غلاما فربته ولما بدأ يدرك الكلام أرادت أن تعلمه ما ينفعه فأرسلته إلى شيخ من أصحابك ليحفظه القرآن في الوقت الذي كنتم تسيرون فيه أمام قبره فبدأ الشيخ تعليمه للغلام بأن قال له يا بني قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الغلام بسم الله الرحمن الرحيم هنا ناد جبار السماوات والأرض أن يا ملائكة ارفعوا عن هذا العبد العذاب فقد خرج من ظهره غلام يشهد أنني أنا الرحمن الرحيم فكيف لا أرحم أباه وهو يقول أني رحيم قراءة القرآن من العبادات الرمضانية التي تنشط بين الناس في شهر رمضان ولكن قد يهجرها كثير من الناس في شهر رمضان لذلك أحذر كل مشاهد معنا وكل أخ مسلم أو أخت مسلمة إياك وأن يمر عليك يوم كامل دون أن تفتح كتاب الله وتقرأ ما تيسر لك ولو نصف صفحة ولو آية لأن لذلك أجرا عظيما عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة حتى لو لم تكن تعرف القراءة افتح المصحف وانظر فيه مجرد النظر في المصحف عبادة وحماية للبصر من الضعف ومن الأمراض كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مبشرا من يقرأ القرآن وينظر في كتاب الله بحفظ بصره صحيحا إلى نهاية عمره يقول صلوات الله وسلامه عليه من أدام النظر في كتاب الله حفظ الله عليه بصره ما دام حيا اتصال من الأخت المميت تفضلي يا فند عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي صباحة حضرتك فيه أخت كانت مجياني مبلغ خيدة الوحدة على أساس أن تساعدها في زوج بنتها فمحصدش نصيف لبنتها وهي كانت قبل خيدة وغضم الحاجات جايبها لها فخدتها باعتها وصرفت فلوسها فلوقتي المبلغ معي لحد دلوقتي مستحرمت ضولة عشان هي خدت الفلوس اللي فاتت الحاجات اللي فاتت خدتها صرفت فلوسها ما عملتهاش لبنتها لجوازها ودلوقتي هي ماشية في طريق بنوك أنا مش عارفة أديها المبلغ اللي عندي ولا لا تمام شكرا الأخت أممي طبعا بتقول أن لها صديقة أو أخت ائتمانتها على مبلغ كي تخرجه صدقة في جهة معينة اعلموا أن الصدقة أمانة فإذا أتمنك إنسان على مبلغ فلابد أن تؤديه في الوجه الذي كلفك بأدائه فيه ولا بد من تحري الدقة المتناهية في إيصاله إلى من يستحقونه حقا وإذا طلب منك شخص يستأمنك أن تخرج مبلغا في جهة معينة وأنت تعرف أن هذه الجهة غير مستحقة لا بد أن تصارحه وتصحح له المصار بالنسبة للأخت اللي طلبت إخراج الصدقة هي طلبت في إخراجها في زواج بنت وده له أجر عظيم طبعا إذا كانت البنت محتاجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سعى في تزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة مشاها وبكل كلمة تكلمها وبكل درهم أنفقه عبادة سنة صام نهارها وقام ليلها فديننا يحب بناء الأسر فهذا يعني باب عظيم من أبواب الصدقات ولكن بشرط أن تكون هذه البنت محتاجة الأخت السائلة المتصلة تقول أن الأزيجة قد توقفت يعني الخطبة تعطلت وأن أم البنت اللي هي كانت هتديلها المال قد تأخذ المال وتنفقه في غير وجهه المطلوب منه ما دمت على يقيم من ذلك إذن لا تعطيها المال ولكن ارجعي إلى صاحبة المال وصارحيها بالأمر قصي عليها الأمر قد تكون هذه الأم غير محتاجة ومن المعلوم أن الصدق والزكاة لا تجوز لغني ولا لذي مرة سوي يعني لا تجوز لغني ولا لقوي وإنما الزكاة والصدقات للفقراء والمساكين وهناك فرق بين الفقير والمسكين الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه وأما المسكين فإنه يجد قوت يومه ولكنه لا يجد ما يكفي مطالبه الأساسية في الحياة فلا يستطيع أن يزوج ابنته ولا يستطيع أن يشتري علاجا لأحد أفراد أسرته إن أصيب بمرض ولا يستطيع أن يشتري لأولاده مستلزمات الدراسة أو ما شابه ذلك هذا محتاج وذاك محتاج ولكن جرت العادة على أن الفقير قد يسأل الناس قد يذهب إلى الناس أما المسكين فإنه سمي مسكينا من السكون لا يسألون الناس إلحافة ولذلك يظن البعض أن المسكين غني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لكن على الإنسان العاقل الذي وسع الله عليه والذي ائتمنه بعض من وسع الله عليهم على أموالهم أن يتحرد دقة في البحث عن الفقير والمسكين والمريض المحتاج والأرملة واليتيم وإيصال الحق إليهم سيما ونحن مقبلون على أعتاب أيام مباركة تضاعف فيها الصدقات وتضاعف فيها الأجور الإمام مالك بن دينار عليه سحائب الرحمة يقول كان في بلدتي رجل أظنه مقصرا في جنب الله كنت لا أراه عادة في المسجد ولا أراه في أعمال الخير والبر فلما مات أبيت وتكاسلت أن أصلي عليه فلما نمت في ليلتي رأيت هذا الرجل الميت يرتع في نعيم الجنة فعجبت لحاله وقلت له يا أخي لقد كنت أظنك مقصرا في جنب الله فما الذي بلغك هذه المكانة وما الذي أوصلك إلى هذه الكرامة قال لي يا مالك لو أنك تملك خزائن رحمة ربي إذن لأمسكت خشية الإنفاق إنني حقا كنت مقصرا في جنب الله إلا أنني كنت أعمل عملا يسيرا وأرجو به من الله النجاة قلت وما هو يرحمك الله قال كنت إذا جاءت ليالي شهر رمضان أمر على فقراء وأيتام الحي الذي أسكن فيه وأقدم لهم ما تيسر لي من المال أو الطعام أو الزاد دون أن يطلبوا مني شيئا وأحاول أن أدخل السرور على قلوبهم فلا أنصرف من عندهم إلا وهم يدعون لي باب إدخال السرور من أعظم أبواب التقرب إلى الله حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على قلب مسلم جبر الخواطر سرور تدخله على قلب مسلم بأن تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا معنى اتصال من الأخت المليلة تفضل يا مليلة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يتمنى عليكم يا رب الله يحفظك يا فندي واشترها معاك يا رب وينجينا ونجي أمة محمد حضراتكم الأمة الإسلامية جميعا أمة الإسلامية اللهم أمين تفضل يا مليلة آمين في أي سؤال أو استفسار يا مليلة ما يصلح حالنا يا رب وحال بلدنا يا رب نسألكم الدعاء شكرا جزيلا لاتصالك يا فندي شكرا جزيلا تفضل في نهاية هذا الحوار وهذا اللقاء وبعد أن مررنا بهذه الجائحة نود أن نقول أننا تعلمنا درسا أن الحياة قد تنقلب عليك في لحظة بمكالمة هاتف بنتيجة تحاليل أو فحص طبي بقطوة خاطئة في الشارع أو الطريق بلمسة لسطح من الأسطح بصدور سعال من شخص مجاور لك لحظة واحدة كفيلة بجعلك تدور حول نفسك مهما كانت مخططاتك وترتيباتك وتأميناتك فالحياة تخبرنا دائما بأنه لا يوجد بها ضمان ولا أمان غير إيمانك بالله لذلك كن حريصا على أن تذكر الله وأن تتزود من تقوى الله وأن تعلم أن خير الزاد للتقوى دنياك يا مرتدي أثواب عزتها يوما ستفنى ويبقى الرب بانيها فازهد بدنياك وعمل للحساب غدا وازرع سنابل خير سوف تجنيها نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين وأن يكشف عنا البلاء والوباء إنه ولي ذلك ومولاه وأن يبلغنا رمضان آمنين مطمئنين لا فاقدين ولا مفقودين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهد أبالكم وكل عام وحضراتكم بخير وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته